القطار النووي نهاية العالم قد تبدأ من عربة قطار القطار النووي هو قطار كان موجود أيام الاتحاد السوفيتي تفقيات خفض الأسلحة الاستراتيجية بين الأمريكان وبين الروس تم تدمير القطارات النووية السوفيتية السابقة لكن دلوقتي اتفاقية سلطة ثلاثة اللي هي خاصة بخفض الأسلحة النووية في الجانبين لا تمنع تبقى للروس انهم يرجعوا يبنوا تاني ويشيدوا مرة أخرى كطارات نووية القطار النووي هو قطار ما تقدرش نهائي تميزه عن قطار الركاب أو قطار البضائع قطر ماشي زي كل الإطارات اللي موجودة في روسيا والتالي ما تعرفش تميزه إطلاقا بأي ملمح خارجي إنما في لحظة يقدر بقى القطر وهو ماشي أو هو متوقف في أي محطة يعني في مرحلة السكون أو في مرحلة الحركة في أي لحظة القطر فجأة زي ما نشوفه في المشاهد بيطلق صواريخ نووية ومش أي صواريخ صواريخ باليستية عابر القرات تصل إلى 11 ألف كيلو متر مداها وتقدر تدمر مدن بكاملها وتمحوها من فوق الأرض إذن القطار النووي الروسي اللي هو تجديد وتطوير للقطار النووي السوفيتي ده بيخلي في سباق تسلح في العالم بيوصلنا إلى حافة الخطر الصحف الأمريكية بتقول إنه على سنة 2040 هيكون الكطارات دي موجودة عدة رؤوس نووية خمس كطارات في ست رؤوس نووية حوالي 30 رأس نووي في الكطارات النووية الروسية والسنة اللي جاي على طول 2017 هيبدأ دخول أول كطار نووي في الخدمة مباشرة ده معناه أولا تقدم علمي مزهل يعني بنرجع تاني نشوف كطارات نووية أكثر تقدما إن الكطار في حالة الحركة أو في حالة السكون يقدر يطلق صواريخ إن الصواريخ دي ماذاها 11 ألف كيلو تضرب معظم أماكن في كوكب الأرض إنه ده هيكون بطريقة غامضة تماما ويستحيل تتبعه نتيجة إن القطر ده زي وزي أي قطر عادي ماشي قطر الركاب أو قطر بضائع سباق التسلح في العالم وصل إلى ما فوق الخطر نهاية العالم في ست ساعات بدون طلقة رصاص زي ما قلت لحضراتكو إن السباق التسلح وصل إلى حافة الهوية وشفنا الكطار النووي الروسي الجديد اللي هو تطويل الكطار السوفيتي النووي القديم واللي بالتالي قطر زي ما شفنا وهو ماشي فجأة تلاقي صاروخ بلستي عبر للقارات 11 ألف كيلو مدى أيضا سين إن نقشت موضوع مهم جدا في إطار سباق التسلح وسألت مسؤولين كبار جدا أجازوا هذا التخوف دلوقتي فيما يسمى حرب فضاء حرب خارج الغلاف الجوي لأن كتير جدا من نمط الحياة لا سينما في أمريكا قايم على الاتصالات عبر الفضاء بمعنى كل السفن الحربية اللي ماشية دي بتوجيهات عبر آلية اتصالات فضائية كل الطيارات اللي ماشية منظومة اتصالات أيضا كل الشوارع الإشارات اللي فيها منظومة اتصالات أيضا عبر الأكبار الصناعية كل الحياة العسكرية والحياة المدنية والاقتصادية والمالية المعاصرة كلها أسيرة الاتصالات يبقى لو حرب فضاء هدفها الاتصالات وتدمير الاتصالات وشل الدولة تنتهي الدولة تماما يبقى أمريكا أو أي قوة بكل قوتها كأنك بالضبط شلت الفيشة والبطارية انتهت تماما لأن كل هذا المجهود وكل هذه الحضارة أيمى على ثورة الاتصالات عبر الفضاء لو الحرب في الفضاء دمرت الاتصالات الحرب خارج الغلاف الجوي نجحت في تدمير الاتصالات ده معناه شلل تام على كوكب الأرض للقوى الكبرى روسيا الصين أمريكا دور الثلاثة الكبار اللي بيشتغلوا خارج الغلاف الجوي ولما سئل مدير الكيادة الاستراتيجية الأمريكية من CNN هل ده ممكن يحصل فعلا قال هو مروع لكن ممكن يحصل فعلا ما يساوي حرب عالمية ثالثة كان فيه الحرب العالمية الأولى لما الصراع كان كبير حرب العالمية الثانية لما الصراع كان كبير دلوقتي الصراع أيضا قد يقود إلى ذلك وإن أعداء أمريكا تبقى للمسؤول الكبير لسئل أن أعداء أمريكا لو هم وصلوا الجهود وسباق التسلح خارج الغلاف الجوي بهذه الوتيرة المتسارعة الآن ده معناها أن أمريكا هتكون في خطر وإن العالم كله ممكن يدخل حرب عالمية جديدة لكن حرب هتكون مروعة جدا سأن أن عمله تصور تقارير مروعة إيه اللي يحصل لو حرب الفضاء حصلت إيه اللي يحصل لو حرب خارج الغلاف الجوي تمت كل شيء ينتهي تماما كأن أمريكا لم تعود شكرا شكرا